ثم أحبائي في إنجيل متى إصحاح 26 والآية الأولى والاثنين مكتوب تعلمون أنه بعد يومين الفصح يعني وصل تقريبا للنهاية شف التسلسل في الإعلان الإلهي والإعلان الكتابي تعلمون لأنه كان مخبرهم عدة مرات أوردي عن موته تعلمون أنه بعد يومين الفصح وابن الإنسان يسلم ليصلب في لوقت 22 آية 37 مكتوب إنه ينبغي أن يتم في أيضا هذا المكتوب وأحصي مع أثمة وهي طبعا مأخوذة من إشعياء 53 آية 12 وإشعياء تنبأ عن هذا الموضوع أكثر من 700 سنة قبل صلب يسوع المسيح وهذا اندل على شيء بدل أن الله ساهر على كلمته ليجريها وأن كل ما هو مكتوب هو موح به من الله وإعلان إلهي وأنه لابد أن يتم المكتوب لاحظ معي كلام يسوع في يحنى 10 آية 17 آية 18 بختصرها لي سلطان أن أضعها قال يسوع لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضا يعني ما في أي قوة في هذا العالم تستطيع أن تهلك يسوع المسيح هو الذي قال لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضا في يحنى 19 آية 10 و11 فقال له بيلاطوس أما تكلمني ألست تعلم أن لي سلطانا أن أصلبك وسلطانا أن أطلقك أجاب يسوع لم يكن لك علي سلطان ألبت لو لم تكن قد أعطيت من فوق يسوع عم بيكلم الحاكم الوالي بيلاطوس اللي بعد قليل رح يصلبه عم بيكلمه أنه تملكاش أي سلطان أنا اللي عندي السلطان مكتوب ليتم قول يسوع الذي قاله مشيرا من قبل يعني في يحنى 12 إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت وهذه الآية في يحنى 18 ثم أحبائي ماذا عن نبوة قيافة يسوع المسيح أقام العازر من الموت بعد أربعة أيام والعالم كله مشي وراء يسوع ويؤمن بيسوع لدرجة أنه مجمع السنهادرين اللي هو أعلى مجمع التشريعي مجمع التشريعي لليهود سبعين عضو مع رئيس الكهنة واحده سبعين وطبعا عمل جلسة طارقة قيافة شو هي الجلسة الطارقة اللي عملها قيافة يعني قال يعني خير أن يموت واحد عن أن تهلك الأمة كلها كان طبعا بفكر تفكير سياسي لألا يأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا يعني آمنوا لأنه شافوا العازر وحاولوا يتخلصوا كمان من العازر وشو كانت الإشكال أنه العالم رح يؤمن به يؤمن بيسوع فالأفضل خلينا نتخلص منه حتى لا تهلك كل الأمة وبالحقيقة الكتاب المقدس اعتبرها نبوة لأنه بيتكلم عن موت يسوع ليجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد مش بس يوحد أصباط إسرائيل ولكن يجمع أبناء الله المتفرقين ويأتي أيضا من حظائر أخرى ليكونوا رعية واحدة مع راع واحد هل توجد دلائل ووضوح أكثر من هذا إخوتي وأخواتي المشاهدين؟ اشتركوا في القناة